بالنسبة للمكتسبات كثيرة أول شيء إذا تكلمنا عن التقرير اللي أنتو عرضتوه المرأة أنشطة الأعمال والقانون اللي هو التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي طبعا هذا التقرير سنوي يهدف إلى مقارنة التمييز بالأنظمة بين الجنسين يمكن فيه أشياء ما وردت في التقرير وأنا أحب أقولها أنه إحنا المرأة عندنا لها تمييز إيجابي في الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل وش هي الأنظمة اللي فيها تمييز إيجابي اللي هو عندكم نقطة الإجازة اللي تاخذها المرأة مدفوعة بالكامل في حال وفاة الزوج وطبعا كلنا نعرف أنه مدة العدة أربع أشهر حقيقة أنا بحثت شفت في كثير من الدول ما في عندهم هذه الإجازة إحنا عندنا أربع أشهر مدفوعة النظام الثاني اللي فيه تمييز إيجابي للمرأة موضوع الساعات الرضاعة وإجازة الوضع فهذه كلها فيها تمييز إيجابي للمرأة المكتسبات إحنا قاعدين نلاحظ قاعدين نشوف أنا شخصياً يهمني كثير موضوع القوانين موضوع الأنظمة التي تحافظ على المرأة في المحاكم الحضانة، النفقة، الطلاق، الزواج هذه كلها قاعدة تتغير تغيير جذري كلها قاعدة تطور وتحدث الأمر الآخر اللي هو برضو وضعها في مناصب معينة حصولها على وظائف ما كانت في السابق متاحة لها شفنا المرأة الآن في أعلى المناصب كسفيرة وفعلاً يعني قدمت صورة مشرقة كلنا نفتخر فيها فيه بعد اللي هو القطاع الخاص يعني لو نلاحظ برضو في الإحصائيات أن المرأة في القطاع الخاص تطورت كثير وصار وجودها يعني بشكل أقوى من السابق أعطيكم مثلاً خليني أطلع لكم هنا إحصائية وزارة العمل كانت النسبة المطلوبة المتوقعة لمشاركة المرأة هذه أنا ذكرتها في مقالي في سوق العمل 25% خلال عام 20-25 العام الماضي صارت 31% تميلة هذه الأرقام بالتأكيد أستاذة سمر ولي العهد السعودي حفز المرأة أيضاً أنها تحصل على العديد من الحقوق نبدأها بالحقوق يعني أضافة طبعاً الأشياء اللي ذكرتيها بالحقوق والمعاش التقاعدي كيف تقرأين هذا الأصلاح؟ صحيح طبعاً موضوع التقاعد كان فيه بعض الإشكاليات في السابق للمرأة والآن يعني صار مساواة كاملة سواء بمعاشة التقاعد أو حتى بالأجور في كثير من القطاعات ما يمكن أنها يعني تعطي للرجل أجر أعلى مع أنه في الدول الثانية وأنا مني من النوع ترى اللي أحب أقارن بالدول الثانية بس في الدول الثانية فيه تمييز بالأجور ومني بذاك روشي الدول طيب